نفس الحكاية نفس اللعبة بس كانت بشكل لطيف شوي يعني اللي هو ايه جزء منها شغل الناس وجزء منها انك بتدي نوع من الصورة السلبية عما يجري فيها الانتخابات وحتى عن سلوك المصري انتوا عارفين اليافتة بتاعة عيلة الشريف عائلة الشريف تؤيد رئيس عفتاح سيسي الا الولد العاق الابن العاق وليد الشريف اوارونا كده الصورة دي يا جماعة دي صورة انتشرت اهي عائلة الشريف معادة العاق وليد الشريف يؤيدونها ويبيعونها بكل الحب السيد رئيس عفتاح سيسي لفترة رئاسية جديدة الجيش المصري درع الوطن وسيفه عايز اقول لحضراتكو الصورة دي لما لما تنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عملت حالة من الفوران لدرجة انها كانت ترند على تويتر وتقريبا تجاوز تجاوز التغريدات على هذه الصورة حوالي مليون وربعمائة الف حاجة ضخمة جدا يعني تريقة شوية سخرية شوية ناس بتتكلم بجدية شديدة عن هذه الصورة شوية انه في لحظة معينة وكانهم يريدون ان يقولوا ان السيسي جاء بدين جديد يفرق بين الرجل وولده يعني اللي هو ايه الراجل بيقول انه العيلة عيلة شريف بتأيد لكن ما عدا الابن العاق بيبلغ عن ابن الحقيقة الصورة الصورة الاصلية الاساسية وارونا الصورة بقى الاساسية جماعة دي صورة اهي عائلة سنه الحاج رضا اه رضا الحاج وعوض سنه وحمادة الحاج رضا والحاج عوض سنه اهي دي ليفطى بالزبط بعد شوية جماعة حطوا الاتنين جنبه بعد دي اهم حلو اهم هنا ايه حد الشاب لطيف كده مهزب يعني بيلعب بيلعب فاخد اللوحة الاصلية اللي هي العليمين اهي بتاعت عيلة سنه وحتى قالك عيلة شريف ما عدا العاق وليدي شريف فاتخدت ليه ليه هنا هنا احنا حطين دي ليه اولا الصورة دي الصورة الاصلية بتاعت عيلة سنه دي صورة عندنا في دميات الجديدة يعني موجودة في دميات الجديدة اهلين هناك في دميات الجديدة حطين هذه الصورة هذه اليفطى ليه التأييد اتخدت واتلعب به هنا المسألة ايه لها اكتر من معنى معنى الاول ان انت عندك فعلا جمهور يا جماعة السوشال ميديا جمهور تافه معترامي ليه يعني يعني الناس ممكن تقولك لأ ما ينفعش توصف ودول ناس وليهم رأي وليهم اه ماشي الحال بس هنا زي ما بيقولوا البعرة تدل على البعير يعني فيه واحد ياخد اليفطى دي ويقوم مغير بالفوتوشوب ويعرضها فالناس تقعد تقول وتاخد وتدي وتقترح وتسخر وتقلش ويعني تنظر والمسألة اساسا وهم اللي صنعها اللي صنعها قصد انه يلعب بهذا الجمهور فاحنا قدام واحد لعب حوالي مليون وربعمائة الف واحد دخلوا عملوا تعليقات على صورة وهمية فاول دلالة ان انا قدام جمهور ضخم جدا تكلم على مليون وربعمائة الف علقوا على الصورة او عملوا تغريدات على الصورة فانت قدام جمهور ضخم جدا بالعقل او انه قطيع يعني انت بالاسف الشديد انه هذا الجمهور او النشطاء بتوع السوشيال ميديا بيتهم الاخرين طول وقت ان يقول لك ايه قطيع وبيوساقوا وبيرددوا الكلام ولا يعقلوه مع انه الواقع نفسه بيقول انه جمهور منصات التواصل الاجتماعي هو القطيع بعينه لانه بيمشي ورا الحاجة بدون عقل وبدون تفكير وبدون منطقة ليه المسألة ويبدأ ينسج حكايات رغم ان الصورة نفسها صورة مش مظبوطة لاول وهلة يعني لاول وهلة مثلا لما تشوف حاجة زي دي تفكر يعني في حاجة اسمها اسمها عقل اسمها عقل يعني اللطيف ايه بقى يعني اشوف الرغم ان احنا جبنا لحضراتكم الصورة الاصلية بتاعت عيلة سنو وكل التحية يعني العيلة سنو اهلنا في دميات والصورة بتاعت عيلة الشريف اللطيف ان احنا انه كان اللي عمل عمل الصورة دي اللي زورها يعني فبيكمل فطلع بيان طلع بيان باسم وليد الشريف لانه الناس يعيني تعافت اهو اقلك ايه اقر انا المواطن المصري وليد الشريف الشهير بالابن العق عن كامل دعمي وتأييدي لترشح السيد المشير عفل تحسيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية مدى الحياة واكد على ان السبب في تبرق عائلتي مني يرجع لرفض مشاركة الاسرة كاملة في يفطى انتخابية واحدة فقط واسراري على ان يشارك كل فرد في العيلة بيفطى منفردة تقديرا لمجودات السيد الرئيس حافظ الله ومصر وشعبها من كل سوق وحافظ الله لانا الرئيس عفل تحسيس قائدا ومعلما وملهما لمصر وللانساني طيب هنا انت عايز تقول ايه ده جمهور بلعب في وقت ماينفعش فيه اللعب يعني جمهور بيعبس في وقت ماينفعش فيه العبس حقيقة يعني يعني اه طول الوقت المصريين بينكتوا على فكرة وطول الوقت المصريين بيرموا إفهات وطول الوقت المصريين دموهم خفيف ده متاح انما انت في لحظة معينة عشان تشغل جمهور كامل دي مثل هذه التفهات وبعدين تكمل يعني اللي هو ايه الولد اعتقد انه اللي عمل السورة دي قاعد الوقتي يعني اذا كان عملها عشان يكشف جمهور التوصل الاجتماعي فهو قاعد الوقتي يطرق عصابعه ويتحك عليه واذا كان عملها في الاصل عشان الناس ياخد بنته والناس تبدأ تقولك شفت الناس بيتبروا من ابنهم عشان ما بيقيتش السيسي المسألة المسألة الحقيقة يعني زيادة شوية فده كان جزء مثلا من الشائعات